موسيقى ايوه اثباتي بقى اهو اثباتي برافو عليك ها يالا نبدأ المشهد يالا بي ايه الاخبار اره تمام كويس 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 خلاص هنقل الزاوية بقى مطلحي بس خليكي واقفة ثبت في مكانك بتحركيس حاضر تروحت ولا ايه ايه نكمل بقى او نكمل عن انا عايز اروح كويس قوي هنقل الكاميرا بقى شو عم تعملوا؟ احنا بنصور مشهد فبناخد لقطات مختلفة وكده ايه بس انتو هلأ اذا انتباهتوا عملتوا غلطة كتير كبيرة ايه عملنا ايه امم اتفضلوا رح فسلكم الا لو هتفاهمينا ممكن تخش معنا البلاتو تفاهمينا عشان ناخد راحتنا بلاتو بلاتو يالا تفضلي معنا تفضلي معنا تفضلي معنا تفضلي معنا كل فيلم هو عبارة عن معركة يعني عادة لحتى تقرري تكوني ستوري تلو لحتى تقرري تكوني عم تعمل بأفلام مفروض يكون في شي بهيدا العالم انت مش موافق عليه بديك تحكيه بغير طريقة بديك تخبريه بغير طريقة بعرف انه اكيد الكولتشر يلي انا اخدتها من هيدا المحل يلي انا وجدت فيه اكيد عم تطلع بأفلامي انا بجرب اعملها رفلكشن لا بس هي دفنت اللي عم تطلع اذا فيلميك حلو معمول منيح مركب منيح وقادر يوصل للمشاهد بمنطقتك اكيد قادر يوصل للمشاهد بكل العالم صناعة فيلم it's collaborative work يعني ما حدا بيقدر يعمل فيلم وحده بتعوز نظرة الاخر على فكرتك على تطبيق الفكرة على كل هول الاشياء بصي احنا عادة بنفهم اكتر في البلاتو عن الكافيتيريا فعشان كده دخلنا اكيد لانه بتشوفوا الاشياء بطريق واضحة اكتر طيب واضح ان احنا عملنا حاجة كبيرة قوي غلط النهار ده الصبح ايه اللي حصلت قبل ما نحكي عن الغلط اللي عملتو خلينا نحكي عن تصوير المشاهد الهدف منه شو؟ الهدف انه نخبر قصة بطريق بلغة سينمائية تخلي المشاهد يتابعنا ويتشوق يعرف شو عم بيصير لحتى نوصل لهيدا الهدف مفروض الممثل وحركة الممثل وحركة الكاميرا تصير بانسجام يكون في هارموني بين الكاميرا وبين التمثيل ياللي صار معكم انتو انو كسرتو الخط الوهمي مي؟ يالخط الوهمي؟ ياللي هو الوان ايتي ديجريز لما انت بتحط الكاميرا وعم بتصوير الماء عاليمين وعمر عالشمال انا اذا نقلت الكاميرا والأيتي ديجريز للناحية التانية بصير عم شوف العكس بصير عم شوف عمر عاليمين وماء عالشمال شو بيصير بالمشاهد؟ بينقص شو صار؟ بدل ما يكون مركز على الاحساس على القصة ياللي عم تخبروا إياها صار عم بيركز على الغلط ياللي صار انو شو صار؟ شي صار ما فهمه يعني احنا ممكن احنا في يوم نكسر الخط الوهمي لو في سبب لده؟ يمكن فيك تكسر الخط الوهمي اذا في متابعة يعني اللي نقول الكاميرا عم تبرم مع الممثل بما انو في هيدا المتابعة يمكن فينا نكسره بس من خلال هيدا الموفمنت من خلال شي معين اذا كان عندك فيلم اكشن تنقول انت عم تصور مشهد في اكشن في موفمنت في اشي عم بتصير المشاهد عم بيلحق بس اذا كنت انت بمشهد رايق اتنين عم بيحكم مع بعض وعم بيصير ديسكاشن بينتن وانت نقلت كاميرتك ليش؟ طيب هو دي حاجة احنا بنكون محضرين لها من قبل كده ولا دي حاجة بنكررها يوم التصوير؟ كل شي بتحضري له بيكون التصوير سموذ والتحضير بيصير من خلال فلور بلان يعني اذا كان عم بيصير تصوير بستوديو عندك تعرفي البلاتو طبعي كيف رح يكون بتقدري ترسمي الدكور وترسمي المسلين وحركة المسلين وبتعملي فلور بلان وبتعرفي انه كاميرتك كيف ده تتحرك المسلين كيف ده يتحركوا اذا كنت بديكور طبيعي هيدا الشي بيصير بعد ما تحدده باماكن التصوير يعني فيه ناس بتعمل فلور بلان فيه ناس بتعمل اكتر من هيك فيه ناس بترسم المشهد فيه مخرجين ما بيصوروا فيلمون بلا ما يكونوا عاملين ستوري بورد ورسمين كل لقطة بلقطة والشخص يلي عمله بالسينما العربية بشكل باهر هو شالي عبد السلام بفيلم المومياء يعني اذا بتشوفوا ستوري بورد وتحضروا الفيلم فيه انبهار من الدكين دقيق بالتفاصيل برسم الستوري بورد هلا طبعا انت اذا محضر عارف مزبوط شو بدك يعني رايحة تصوير عارفة انه انا بدي اخد هيدا المشهد من كذا نقطة وبدي يكون عندي كذا كادر بس لازم تخلي براسك عطول الفكرة انه الغلط بيصير كتير مهم تكون حامي حالك حامي حالك بقية معناه يكون فيه كوفيرج تكون انت مغطى من كذا نقطة مغطى مشهدك اخد كذا كادر اخد كذا زاوية لما توصل على الاديتينج تكون مرتاح يكون عندك هيدا الرياحة وهيدا الحماية انه ما يكون عندك شي غلط وانت مش قادر تاخد شي تاني لحتى تغتي عليك رح نعمل ديمونستريشن صغيرة هلا رح تفهموا بعدين شو الهدف مننا مستعدة؟ مستعدة اكشن عمر تفضل هلا بعد شوية رح فارجيكم شو شفنا اللي صار انك انت جيت وقفت قبيلا لماي بلا ما تطلع وين الكاميرا وسكرت عماي ما عدت شايفة ماي شايفة بس كتفة مغطى على كل شي في حركة ممثل بقلب الكادر تقدروا تعملوا بلوكينج يعني حركة الممثل بدو يتجه من وين لوين وين بيوقف اكزاكلي لحتى ما يخلق هيدا المشكل بيسكر على شين احنا عايزين نشوفه اوكي فانت هلا رح اطلب منك تجي توقف بهيدا المكان بتحطو اشاريت لحتى تسهل اضاءات سهل الفولو فوكوس سهل كل هول اشياء منجربة مراتين ومنشوف شو رح يطع معنا ماشي رولينج اكشن والا زبطيت معاك والله؟ ممثل القصة مش بس ممثل او اثنين او اربع او خمسة مرات بتطار تعمل بلوكينج لمشهد فيه خمسين شخص كل شخص وين بدو يوقف بطريقة يكون الكادر تبعك فيه بالنس يعني انا بعثت بفيلمي باخر مشهد كان عندي مشهد عرس وبيطلعوا متل فوانيس بيطيروا بالهوا السينما ما تنسوا اهم شي السينما لغة السينما عم تخبر شي بلغة معينة متل ما انت لما بتكوني عم تكتبه بتستعملي كلمة ما بتستعملي كلمة تانية لانه في شي معين بديك تقوليه واذا حطيت كلمة تانية محله الفكرة بتوصل غلط زيت الشي بالسينما اذا انت عم بتجربة تواصلي فكرة اذا استعملت حركة بدل حركة او استعملت كادر بدل كادر التاني بتوصل فكرتك غلط يعني اهم شي انتو تفتشوا جويتكن اكيد تحضروا افليم وتجربوا تفهموا شو لغة السينما وبالاخير تشوفوا جويتكن انتو شو الفكرة اللي بدكن تواصلوا وكيف اقرب طريقة انها توصل يعني هيدا 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 اهم شي ساعتين قوي بقد شكرا انا بشكر لانكن تمعتوا عليا بس في حدا منكن يقل كيف منروح على الهرام الهرام صحيح بصي اخر الشارع كده بعد البنزينة هتلاقيه على طول طيب انا بقلكم باي وان شاء الله بشوفكم مرة جاية احنا ممكن نروح معاه الهرام صحيح انا ورانا شغل هكيد انتو عرفتوا المفروض تعملوا ايه الحلقة دي اهم حاجة تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقة وتدريب النهاردة هتلاقوا على اللينك اللي ظهر على الشاشة اشوفكم الحلقة الجاي باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة